مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس الثامن أنوان الدرس رسالة من أستراليا قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيجو الفيسبوك رسالة طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس رسالة من أستراليا هذه القطعة قبل ما أبدأ بقراءتها قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري يعني الأسئلة مالتها للحفظ بالبداية طبعا هو هاي الأسئلة المنطينيها يقول لي حاول تقرأ الرسالة وتجاوب على هاي الأسئلة بعد ما تقرأ رسالة إن شاء الله رح نقرأ رسالة نوضح مفرداتها وراها نرجع على الأسئلة المطلوبة من عدنا ونجاوب عنها بالبداية هي رسالة الرسالة دازتها ابنية اسمها كارن لابنية اسمها هالا ركزوا على النقاط اللي رح نركز عليهم من خلال قراءتنا للقطعة بالبداية مطيتني العنوان مال كارن 19 هارفور ستريت 19 الدار رقم 19 في شارع هارفور سيدني مدينة سيدني بيا دولة بأستراليا فاش كاتبت لها؟ كاتبت لها دير هالا عزيزتي هالا هل عدت للمدرسة الآن؟ لقد عدت لأنا الأسبوع الماضي يعني كارن استوهي راجع للمدرسة صار الأسبوع بعد عطلة رائعة ذهبت للتخيم أثناء العطلة ذهبت للتخيم مع عائلتي ثم بقيت مع صديقتي جين ركزوا يا صديقة منه؟ صديقة كارن إذن كارن أدها صديقة شا اسمها؟ اسمها جين وكارن تسكن في سيدني سيدني هي محافظة موجودة بأستراليا فذن المعلومات الذين طلعهم حاولوا تركزون عليهم بقيت مع صديقتي جين لأسبوعين وراها تقول لهم حظينا بوقت رائع حيث كنا نذهب أو نتمشى إلى المتنزهات ونلتقط الصور في أحد الأيام ذهبنا على المتحف هل هناك متحف في بغداد؟ في بعض الأحيان كنا نذهب للسينما في المساء لكن بالعادة دائما ما نبقى بالداخل كنا نشاهد الفيديوات أو نلعب الألعاب الجميع هنا يحب السمك عائلتها كلها تحب السمك لذلك من أجل العشاء دائما ما نحظى بسمك مقلي أو سمك مطبوخ باربيكيو هو السمك المشوي ما هو طعامك المفضل؟ في وقت فراغي أحب جمع الصور الفوتغرافية للبلدان حول العالم ليس لدي أي صور عن العراق هل يمكنك أن ترسلي بعض الصور للعراق؟ رجاءً ماذا فعلت في العطلة؟ وما الذي تفعليه في وقت فراغك؟ رجاءً اكتبي لي وأخبريني كل شيء سئلة في مجموعة أسئلة وقالت الهيارات تردين على هذه الأسئلة باي فور ناو وداعا الآن كارين السئلة اللي دازل رسالة هي شخصية اسمها كارين الآن نجي على الأسئلة اللي منطينيها بأعلى الصفحة أول سؤال يقول لي أمياني جت كارين ذكرنا بالقطعة إن كارين من سيدني أستراليا إذن أقول أستراليا هي من بلد أستراليا بعد من هي جين؟ ذكرنا بالقطعة إن جين هي صديقة كارين فأقول كارين's a friend بعد سؤال الثالث ما الذي تحب أكله؟ كارين كارين تحب أكل السمك الجميع هناك يحب أكل السمك فأقول fish سؤال الرابع ما الذي تفعله في وقت فراغك؟ قالت I like collecting photographs أنا أحب جمع الصور الفوتوغرافية هذا ما يخص القطعة هذه الأسئلة للحفظ ركز ويايا لأنها مهمة جدا بالامتحان خصوصا بالامتحان الشهر الأول أغلب هذه الأسئلة ستأتيك بسؤال قطع الكتاب الاستيعابية الآن ننتقل إلى كتاب النشاط كارين سألت 6 أسئلة في رسالتها حاول أن تكتبها حاول أن تكتبها وحاول أنه متبعه على كتاب الطالب ركزوا يا أيا ببداية سألتها back to school عن العودة للمدرسة فاش سألتها من يذكر السؤال؟ اللي سألتها كارين بالرسالة لهالة قالت لها هل أأتي للمدرسة؟ السؤال اللي سألتها قالت لها are you back to school؟ هل أأتي للمدرسة؟ زيان سألتها عن الميوزيوم عن المتحف من إذكر السؤال اللي سألتها عن المتحف؟ قالت لها is there one in بغداد؟ هل هناك واحدا في بغداد؟ شنو تقصد بالواحد؟ تقصد متحف is there a museum or is there one in بغداد؟ favorite food طعام المفضل شنو كان سؤالها؟ قالت لها what is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ some photographs سألتها عن الصور الفوتوغرافية شنو السؤال؟ قالت لها can you send me هل يمكنك أن ترسلي لي some photographs؟ بعض الصور الفوتوغرافية of Iraq لعراق؟ هذا السؤال ما لتهم in the holidays سألتها عن العطب؟ شنو السؤال للسئلة؟ قالت لها what did you do؟ ماذا فعلت في العطلة؟ وعلى أمس السؤال spare time سألتها عن وقت فراغها شنو كان سؤالها عن وقت فراغها؟ قالت لها what do you do in your spare time؟ ما الذي تفعليه في وقت فراغك؟ هذا ما يخص تمرين رقم واحد استاذ هذا التمرين المهم؟ هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي وراها يقول لها exchange books الطلاب بيناتهم يتبادلون الكتب and check your partner's questions وحاول أن يتفقد إجابات زميلك أو أسئلة زميلك look at the students book وراها باوع على كتاب الطالب وشوف إجابات زميلك صحيحة أو مصحيحة واحد يقيم إجابات الثاني أما تمرين رقم ثلاثة يقول لي you are going to write a letter to Karen أنت رح تكتب رسالة لكارن make notes حاول أن تكتب لها رسالة ركزوا إياه هنا كل شي مهم تكتب لها رسالة وشرط أن بهاي الرسالة تجاوبها على أسئلتها كالعادة مثل ما هي كتبت رسالتها أنت لازم تتقيد بالأمور اللي كتبتها برسالتها فإذا تذكرون بالمقطع النصي أو بالرسالة إن أنا شانت كاتبة كانت كاتبة عنوانها فأولا أكتب العباس ستركت كمثال شار العباس أو حي العباس كربلاء إراك كربلاء المحافظة الإراك الدولة إذن لازم أبدي بالحي ومن ثم المحافظة ومن ثم البلد ورها أكتب دير عزيزي أو عزيزتي زاعدا اسم الشخص اللي دازل رسالة أنا إلما دازل رسالة لكارن باعتبار دارد على رسالتها لحد الآن ذنية ترى طلاب ركزوا إياه هذني اللي كتبناه هذني لني عليهم درجات يعني مو فقط الإنشاء علي درجة لا الإنشاء علي درجة وهذه الأمور الترتيبات اللي خاصة بالإنشاء بالرسالة لني هم عليهم درجات بالانتحان هذا طبعا إنشاء الوحدة الأولى حاولوا تحفظوا أقول لها Thank you for your letter شكرا لرسالتك I want to tell you that I went back to school last week شوف هنا أنا السئلتني هي بالرسالة باعتبارها هي دازلت الرسالة إلي قلت لها تأتي المدرسة قلها I want to tell you that I went back to school last week وردت أن أخبركي بأنني عدت إلى المدرسة لسبوع الماضي After a nice holiday بعد عطلة لطيفة There is a big museum in Baghdad هناك متحف كبير في بغداد جاوتها على سؤالها Also there are many places to visit وكذلك هناك الكثير من الأماكن لزيارتها I am going to send you some photos سوف أرسل لك بعض الصور مثل ما طلبت من عندي Of Iraq Here everyone like dolma هنا الجميع يحب أكلة dolma and mezqoof mezqoof هو بسمة المشوي In my spare time في وقت فراغي I like go shopping وأحب أن أذهب للتسوق Buy for now وداعا الآن وبالأخير أكتب اسمي أنا منه أنا طاها فأكتب اسمي ركزوا ويايا هذن الأمور اللي خليت عليها الصح هذن ترى عليها أقلشي 5 درجات في الإنشاء وباقي الإنشاء علي باقي الدرجة فإذا الإنشاء علي 15 درجة هذا المقطع النصي كله علي 10 درجات وذن الترتيبات الخاصة بالرسالة عليها 5 درجات هذا الإنشاء للحفظ طلاب حاولوا تكتبوا بالدفتر وتحفظوه لأنه مهم جدا بامتحان الشهر الأول وكذلك امتحان نصف السنة وأخير السنة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا به قطعة مهمة جدا قطعة رسالة كانن وكذلك إنشاء الوحدة الأولى حاولوا تكتبوا الملاحظات التي ذكرناها بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم بالفيديو أي سؤالة والسفسارة أو وظافة تحبوا أن تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحصابات الموجودة منكم على الشاشة شكرا للمشاهدة